ننتقل من جديد مشاهدين إلى قمة مجموعة العشرين وهذه الكلمة لوزير الخارجي الروسي سيرجي لابروف عديدة في الدول الغربية تجاه السيل الشمالي وأن مجموعة العشرين يجب أن تعمل حول مسائل محددة لتخلص من أي عمال تمييزية في مجال الطاقة واقترحنا أيضا فتح حوار صريح بين المؤردين والمستهلكين وسوف نرى ما هو ردة فعلهم حول موضوع الغذاء ومرة أخرى كان قد تحدث الرئيس كثيرا عن هذا الموضوع في إمكانية روسيا لضمان الاستقرار في السوق العالمية للحبوب وأيضا في أسواق الأسمدة ولا تزال هناك عوائق أمام هذا العمل ورغم الاتفاقات التي تمت مع ألمين العام للممتحدة بأنه سوف يعمل على إزالة العوائق في تصدير الأسمدة والحبوب ورغم كل هذه الصعوبات والعقوبات فلقد تم تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب وبالآن أخص القمح ومنها إلى آسيا ومنها إلى الدول الأفريقية وحول موضوع الصحة فكنا قد تحدثنا عن ضرورة تنشيط المجتمع الدولي لمواجهة الأوبئة وبما في ذلك فيروس كورونا ودعمنا جهود المنظمة العالمية للصحة في تنسيق العمل لرد المجتمع الدولي على هذه التحديات في مجال الصحة وأيضا دعمنا فكرة تشكيل الصندوق بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الدولي لدعم الدول النامية في هذا المجال وتحدثنا أيضا على ضرورة إنجاز القرارات التي تخذت التي تطال اللقاحات بأن هذا أمر عام ونحن عرضنا أمثلة التي تشير إلى عدم تطابق الصورة الحقيقية مع الأهداف المنشودة والمعلنة وبسبب الطعامل مع هذه اللقاحات كان هناك 60% في الدول النامية وأقل من 5% في الدول الغنية ونحن كنا قد رفضنا الهيمنة على الأسواق الأدوية وروسيا كانت أول من صنعت اللقاح ضد كورونا ورغم أن تسجيل هذا اللقاح وفقا لمنظمة العالمية للصحة كانت قد أثبتت فعالية هذا اللقاح بأكثر من 95% وتم توريده إلى أكثر من 70 دولة والنقطة الأخرى في مجال الصحة كانت قد تطرقت إلى الأمن البيولوجي وأشرنا إلى النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة والبنتاجون في عشرات الدول وفي الدول المختلفة من العالم وخاصة بدول آسيا الوسطى القريبة من الحدود الروسية وأشرنا إلى أن محاولاتنا لمعرفة ما الذي تقوم به هؤلاء البيولوجيون العسكريون فكانوا قد توجهنا إلى منظمة الأمن البيولوجي والأمم المتحدة ونحن نسعى لكي يكون هناك متابعة شفافة لمثل هذه البرامج وعلى خلفية هذه القمة كان هناك لقاءات مع دول مختلفة بإمكاني أن نتحدث عن هذا لاحقا بالتفصيل هل استطعتم من إجراء وصف كامل لمفهوم تجاه الوضع وهل تم تطرق إلى موضوع أوكرانيا وكيف كانت الصيغة ربما أنكم لا تعنون المعاهدة بل أن نعم لقد تم توصل إلى هذه الوثيقة وأن نتائجه سيتم أعلانها غدا خلال لقائنا وسيشارك في ذلك أنتون سلوانف ووزير المالية وطبعا فأن هذه الوثيقة ستتطرق إلى كل مسألة التي تم الحديث عنها بما فيها الغزاء والرقمنة وغيرها من المواضيع الأخرى وهذه الوثيقة طبعا تم محاولة تسييسها وتشكيل أو وضع صيغ مختلفة باسم الدول القادة العشرين وبالطبع إذا كان يمكن أو توجد الرغبة إلى تطرق إلى هذا الموضوع فأن هذا يجب أن يكون في تفويد القادة مجموعة العشرين فيجب علينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع وأيضا نوضح بأن هناك اختلافات وأن هناك وجود أين للحرب الهجينة الجارية والتي تجري على مدى سنوات طويلة بدءا من اللحظة التي وصلت إليها ولحظة الإنقلاب لأن وصلت هذه القوى إلى السلطة هناك ومنذ ذلك اللحظة فأن ناتو قد وضعوا أيديهم على السلطة في كييف وأنتم بالطبع تعلمون كيف تطورت الأحداث بعد ذلك وأي اتفاقيات تم توصل إليها وأيضا لوقت حدوث العملية العسكرية الخاصة لدفاع دنباس وفأن الأطراف قد أكدوا مواقفهم تجاه هذه القضية وما تم مناقشته ضمن لقاءات الأمم المتحدة والجمعية العامة وغيرها من المنظمات الأخرى وأيضا تم التصويت عليها تجاه جلسة الجمعية العامة وكانت التقييمات واضحة ودقيقة فالغرب قد أضاف عبارة بأنهم قاموا بإدانة روسيا وقد قلنا بأن هذا الموقف هو حياتي وهذا الأمر كافي بالطبع لكي يتم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل أعميق وهنا طبعا في مجموعة العشرين يجب أن يتم ناقشة مواضيع وإعادة الأمور إلى مواضعها ويجب وقف ممارسة هذه السياسة المعادية لروسيا في العالم ككل وأنا بدوري قد تطرقت إلى ما يمكن فعله من قبل الزملاء الغرب على سبيل المثال فما تم منعه بلجيكا تجاه الفرنسيين وأيضا ما فعلته بريطانيا إذا ما قد منعت من الإرلنديين من ممارسة حقوقهم ولغتهم فالجواب بالطبع هنا معتم يأتي من قبلهم وهم يتقيدون بأفكارهم وما يودون الترويج له بشكل خاص وهذا الأمر طبعا يجري من أجل تقويد عمل مجموعة قادة العشرين وهذا لم يتم باستطاعتهم بالفعل شكرا جزيلا لكم قناة الأولى هل استطعتم أو الولايات المتحدة لتغيير مواضيع مجموعة العشرين أيضا هنا والتطرق فقط إلى الموضوع الروسي وهل هناك خلال اللقاءات القصيرة كانت هناك نقاشات محددة في هذا النطاق ما تعرفون فإن العمل الأساسي حول المشاكل الأساسية الموجودة أمام قمة العشرين كانت قد حددت على مستوى المختصين والوزراء وهذا العمل تم عكسه في البيانة الختامة أما فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني فإن الولايات المتحدة وحلفائها خلال النقاشات اليوم أشاروا إلى العدائية عندما يتم باتهام روسيا بأنها قامت بعداء لا ليس أو استفزاء ليس مستفزا تجاه أوكرانيا وعندما يقولون ليس مستفزا فإنهم دائما يؤكدون على أن هذا العداء يعتبر مستفز من قبلهم وهذا العداء هو محاولة لحماية الحدود الروسية التي كانوا قد هددوا هذه المناطق والسكان الروسية في مناطق الدنباس وجاء هناك مقاربة أنه عندما كنا نجتمع في الاجتماعات الحزبية أيام الاتحاد السوفيتي وليس حتى في وزارة الخارجية وإنما في أي شركة أو معمل ويناقشون الخمسينية وتطور في هذه الفترة وكان قبل بدء النقاشات يجب أن يتم إساءة إلى الأفكار الرئيس المالية وهذا ما يجري الآن الأفكار الأمريكية وهذا ما يجري الآن تجاه روسيا وما حول السكان الذين يشكلون ثلاث أرباع السكان في الكرة الأرضية والذين يدعمون العالم متعدد لأخطاب الذي اقترحه بوتين وهذا من الصعب التعامل معهم من قبل الشركات العابرة للقراط فكيف يجري العمل بين الدبلوماسيين وخاصة في هذا المنتدى فما الذي يمكن أن يحصل عليه من دعم في هذا الإطار الجواب بسيط لا أحد عدى الغرب وأتباه لم ينضم إلى العقوبات ضد روسيا فإذا تطرقنا إلى هذا الموضوع ولا يمكن إلا أن يتطرق إلى هذا الموضوع لأن الغرب دائما يعتبر موضوع أوكرانيا أساسا في منقشاته والدول العالم تطالب بالتوصل إلى السلام والاتفاق وهم يعرفون تماما أن من يعيق العملية في أوكرانيا هو أن القانون بالأمر من زيلنسكي بعدم إجراء محادثات ومفاوضات مع روسيا واليوم خلال لقاءاتنا مع الرئيس ماكرون وشولتس أو خلال التصالات القصيرة مع الرئيسين كان قد جرهت الموضوع أما حول موضوع الصفقة الحبوب سوف يتهي صلاحياتها بعد عدة أيام فكيف روسيا تتفق حول هذا الموضوع الشروط بسيطة وهي مذكورة في الاتفاقية الأولى والتي شاء مكونة من جزئين والأولى تخص الحبوب الأوكرانية ويتم إنجازها وبعد أن استخدمت القوات المسالحة الأوكرانية الممر الإنساني لتصدير الحبوب لأعمالها التخريبية فنحن أوقفنا هذه العملية ومن ثم وعدوا بأنهم لم يقوموا بذلك مرة أخرى فزملاءنا في تركيا ودول غربية لديهم أو لدى دول غربية فكرة بأنهم يجب أن يدعموا بأي شكل والجزء الآخر من الاتفاقية هو تصدير الحبوب الروسية وهنا يجب إعطاء الدور للأمين العام للأمم المتحدة ورغم أنه مر خمسة أشهر على هذا الموضوع ولكن ليس هناك من نتائج واليوم كان جرى الحديث عن تلك الوعود التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الورق وهناك نوايا لإنجازها فهذا يمكن أن ينهي تلك العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية ولكن الأمر ليس متعلق بالأوراق وإنما كيف سوف تنجز على أرض الواقع ونرى أن الأمين العام يعتمد على زملائه في الدول الغربية وأن من هو الأمر الذي يتعلق بأولئك الذين سوف يستخدمون لتصدير الحبوب الروسية فإن العقوبات هي التي تؤثر على هذا الموضوع وتمنع وصول حتى السفن الروسية إلى المرافق الأوروبية وبما في ذلك ضمان عمل البنك الزراعي وأيضا ضمان التأمين لهذه السفن فكل هذه الوعود مكتوبة وأأمل أنها سوف تنفذ وعلى الأغلب فإن الأمين العام للممتحدة اليوم أكد أنه سوف يضع هذه المسائل في الأولوية سيرجي سيرجي فيكتوريش أولا سيرجي 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 أتمنى لكم السفن أتمنى لكم الصحة والأخبار التي انطلقت يوم أمس حولكم ففي الأون الآخرة هم يغيرون بلاغتهم تجاه روسيا ونحن نبدأ بالكلمات التي تعبر عن السلام والمفاوضات دائما ورفع العقوبات فكل هذا ما نتائج لتم توصل إليها بالنسبة لي من الصعب جدا أن أقيم على كل هذه الأمور فأن روح الاتحاد الأوروبي وما هناك هم يتجهون بطريق آخر وكما قلت لرئيس ماكرون فهو دائما يقول بأنه دائما تجاه خلال الاتصالات مع بوتين بأنه سيقوم بتسوية الوضع والوصول إلى اتفاق واليوم قلت له بأنني أذكركم بكل ما قلت وأن المشكلة كلها واقعة على الجهة الأوكرانية ومتعلقة طبعا بهم ونحن جاهزون دائما بإجراء المفاوضات ولكن ربما هذا الأمر غير واقعي في وضعنا وفي القضية الراهنة طبعا يومكم الاتحاد الأوروبي قد أعلن تجاه لجنة المحددة للموجودة في تلك المنطقة فبرأيكم ما سيتوجه أو المقبل في هذه القضية الأزمة مع أوكرانيا وما سيجري هناك في هذا النطاق أعتبر بأن الاتحاد الأوروبي والناتو هم مشاركون هجينيون في هذه الأزمة وفي هذه الحرب الموجودة في أوكرانيا بما يقومون به من نقل الأسلحة والتدريب هناك وكل ما إلى ذلك من مساعدات يقومون بتقديمها بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخبارية وأيضا ما تمارسه أمريكا والولايات المتحدة فهذا كله مثبت ولديهم هناك آلاف المرتزقة الذين يقومون بنقلهم وإرسالهم إلى هناك وفيما يتعلق بالمهمة أو لجنة التدريب التي يقومون ويودون بتشكيلها هناك وكما قلت لمكرون وشولتس وغيرهم حول ضرورة التحول إلى تسوية سلمية الآن وإلى حد أقصى فهذا التداول السنائي في التعامل أو المضاد غير مفيد وهذا الأمر الآن يجري بشكل دائم في العلاقات الدولية ولكننا نتعود على ذلك بالتدريج بطبع يومكم قناة زفزدا هل لكم أن أخبرتم هل أنتم ترون بنفسكم إشارات من قبل الغرب لا استئناف تجاه استئناف المفاوضات مع الأوكرانيين لكي تقوموا بإجرائها في أخيرا ونحن قد أكدنا ومن خلال الرئيس رئيس الروسي بأننا نحن دائما جاهزون لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا وبنتيجة الأمر يجب الوصول إلى اتفاق ولكن بما يتعلق من صدور إشارات من قبل زيلنسك أو من قبل الغرب فكل هذه مجرد رسائل أو أصوات لا تقوم على أي أساس فهم يقولون بأنهم يجب أن يكون هناك تحديث وحوار ولكن بنفس الوقت يقومون بأنهم يجب أن يتم هذا الأمر بشكل أكثر بناء ومن وجهة النظر الأوروبيين الذين يشكون في بعض الأمور وبعض الحجج الأخرى التي يأتون بها فبرأيي فما الأمر الذي كان مهما برأيي في جلسة القادة مجموعة العشرين فكانت الخطابات مسجل خطاب مسجلا وقد تم تقديم وقت بنحو سلاسة دقائق لكل رئيس فزيليانسكي قد كان خطابه على مدى نحو تسعة دقائق ولم يتمكن من إيقافه ولكن قد استنتجت بنتجة واحدة بأن هناك الغرب لا يسمع أي شيء وهو لا يسمع الغرب ولا ينصت إليهم ويستمر بهذه السياسة المعادية لروسيا بشكل مطلق ولكن فأن مضمون هذا الحديث وما قاله بشكل عام يختصر بعبارة واحدة قد قالها فأنه قال بأن جلوس المشاركين والأطراف في صيغة النرماندي قد أصبح بداية لحرب عالمية ثالثة وكالت تاس أنتم أجبتم جزئيا على سؤال لكن أود أن أضيف بأن هناك معلومات على إمكانية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد بدء الشتاء والبرد هل مثل هذا الموقف يتم تحضير له وفي الأمس شاويش أغلو قال أنه هل يمكن التحضير لمثل هذا التحضير فيما يخص أن الأمريكيين يحضرون مفاوضات لمفاوضات فهذه الخطبات نسمعها كثيرا وتختفي بعد أن تظهر نحن نريد أن نرى إثبات بأن الغرب له مصلحة واهتمام بتنظيم عمل زيلينسكي وضبطه وأنه سيعمل لمصلحة شعبه أما فيما تعلق بشاويش أغلو نعم كنا قد ناقشنا البيان الختامي لهذا اللقاء وخاصة الجزء المرتبط بصفقة الحبوب وليس هناك خطة للقاء معه لأنه جرى اللقاء اليوم شكرا إذن استمعنا إلى بداية هذه الكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضمن مشاركته في قمة مجموعة العشرين ومن ثم نتابع هذا المؤتمر الصحفي وهذه الأسئلة المواجهة للافروف نادي يمكن أنا وأنت كنا نتحدث تحت أثناء متابعتنا لهذا المؤتمر الصحفي وهذه الكلمة للافروف بأنه كان واضح في البداية أنه للافروف كان يتجاهل بشكل واضح القضايا يمكن الهمة والمطروحة في مجموعة العشرين وكان يكتفي فقط بالحديث عن الأوبئة وكورونا وما إلى ذلك أشار بشكل سريع إلى موضوع الأسمدة وصادرات الحبوب والحوار الصريح في كلمته فيما يتعلق بالنفطة الروسي لكنه البيان كان غلب عليه موضوع الأوبئة وكورونا وإلى ذلك بالتالي كان فيه تجاهل كبير بالفعل تابعنا لو ما سؤل يمكن لفروف عن القضايا الملحة الآن والتي يركز عليها العالم يمكن ما كان رح صحيح ترك الإجابات المهمة الإجابات الدسمة إلى جوابا على أسئلة الصحفيين بعد كلمته سأتحدث بشق أوكرانيا لأترك لعماد الشق الثاني لحديث عنه تحدث عن أوكرانيا وقال لأنها لا تفعل شيئا بخصوص الحوار ولا تقوم بالجهد المناسب وذكر أن المناطق التابعة لروسيا حسب ما ذكر هي تعرضت لهجمة من أوكرانيا وبالتالي من بلاد النيتو وبسبب ذلك اضطرت روسيا للقيام بعملية عسكرية للدفاع عن أراضيها وعن حقوقها ولو حدث نفس الشيء بين بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإرلندا لما كان المجتمع الدولي عاقب هذه الدول كما يعاقب روسيا الآن وما يقف بين تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب وتنفيذها بالفعل هي العقوبات وليس انسحاب أو تجميدها من قبل روسيا عماد نعم نادية بكل تأكيد ربما في بداية حديث لافروف كان الخطاب دبلوماسي بشكل أكبر لكن حينما ابتدأ الصحفيون بالأسئلة ربما بدأ الموقف للافروف أكثر تشددا يعني ذكر من بين بعض ما ذكر سيد لافروف ذكر أن نحن جاهزون للمفاوضات في أي وقت ولكن لا توجد ربما أي إشارات من قبل الغرب ذكر أيضا عن التزام روسيا بدعم استقرار الحبوب والأسمدة بينما ذكر ذكا نقطة هي مهمة وهذا هو حديث زيلينسكي الذي استمر لتسع دقائق وليس لثلاث دقائق كما منح كل الرؤساء وأن هذا الأمر ربما يكون يروق للغرب عمادي في نقطة مهمة ذكرها لافروف وكنا نتحدث عليها في الساعة الأولى لما كنا نتحدث عن مسودة نص البيان الختامي قال لافروف أنه روسيا استطاعت منع تسييس هذا البيان الختامي وكنا نتساءل ما إذا كانت روسيا وتتساءل نادي ما إذا كانت روسيا ستوقع على هذا قال أنه حيادي صح محمد بما فيه الكفاية لكي ينال توقيع روسيا